هوريك بس إيه تفاعل الإنسان لما شاف الله في رميا أصحح واحد بيقول أن غضب الله معلن على جميع شفجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم فالحق موجود عارف إيه اللي بيحجزه الخطية مش العقل مش العلم اللي بيحجز الحق الإلهي هو أن أنا عايز أعيش بمعرفتي من غير الله عارف الآية اللي بتقول أن قال الجاهل في قلبه ليس إله الآية اللي بعدها على طول فسقوا ورجسوا بأفعالهم نظمور 14 بالزبط فهو السبب مش عقلاني بالعكس العقل يؤكد وجود الله الخليقة تؤكد وجود الله لكن لما الله أعلن ذاته عملوا إيه يحجزون الحق بالإثم وعملوا حاجات تانية بيقول إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم واضحة يعني إحنا ذكرنا كام مثال وأنا عديت في الكمبيوتر بتاعي على أمثلة كتيرة تانية عشان وقتنا بس كتيرة جدا جدا وتؤكد وجود الله لأن أموره غير المنظورة لأن الله روح فمش هقدر أشوفه بعنية منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات بالحاجات اللي صنعها قدرته السرمدية ولهوته السرمدية اللي ملهاش بداية وملهاش نهاية فإحنا عايشين في الزمن محدودين الله خارج الزمن فلازم هو يعلن عن نفسه شو بقى حصل إيه لأنهم لما عرفوا الله اتأكدوا أن الله موجود لم يمجدوه لك لا هو مش موجود لم يشكروه حمقوا في أفكارهم فدي حماقة كلمة قوية بس معبرة حمقوا في أفكارهم أظلم قلبهم الغبي أن القلب الجواهم ده في غباء في عدم معرفة وبينما هم يزعمون أنهم حكماء هم فاكرين أن العلم عندهم الملحدين بالعكس تماما زي ما أثبتنا وطبعا الأدلة كتير أنا عديت حاجات كتير قوي فعملوا باقي أبدلوا مجد الله بإيه مجد الله الذي لا يفنى ده عملوا بصورة الإنسان الذي يفنى الطيور الدواب الزحفات يعبدوا التمساح ممثل لله نعم شفت إعلان الله واضح لكن هم إصرارهم أنهم ما يعرفهوش واضح جدا في هذه الأعداد فالرب عمل إيه أسلمهم لشهوات قلوبهم بقى لأن الشيء الجميل في الله يا أسيس نزار أنه مش بيفرد نفسه علينا برغمش أي حد بيرغمش حد بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ إن فتح أحد فلازم علي دور أني أقبل هذا الإله عشان أتحجج وأقول أني لا العلم بيثبت عكس كده لا إحنا أثبتنا كده بوضوح أن العلم الحقيقي يؤكد وجود الله الخالق أسلمهم لشهوات النجاسة وأهانوا أجزاتهم استبدالوا شو بقى لشيء المحزن جدا استبدالوا حق الله بالكذب فمستعدين يتصدقوا كذبة عن أنهم يصدقوا الحق الله بيعلنه شيء مرعب اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق شفت الكلمات التي كتبها الرسول بولس بالوحي المقدس من حوالي ألفين سنة لازالت بتوصف العالم الذي نعيش فيه في القرن الواحد وعشرين إزاي أنهم يتقوا يستبدلوا الحق بكذبة ومستعد يصدق كذبة عن الحق أيها وده اللي محتاج للتوبة والعودة إلى الله مرة تانية عبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى أبد الآبد موسيقى